الله يستهدئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعملون أهلا بكم وأنارى الله بصيرتكم بنور الإيمان قبل ما نبدأ بتفسير الآية الكريمة في سؤال طرح واحد من المبشرين بالمسيحية وحبيت أطرحه للنقاش معكم مضمون سؤاله كان إن الخداع والمكر والاستهزاء صفات لا يطاليك بالله عز وجل الإجابة على سؤاله في جملتين صفات الله سبحانه وتعالى على نوعين صفات مطلقة وصفات مقيدة لما أقول أن الله يرحم وأن رحمته واسعة وأن من أسماء الحسن الرحمن والرحيم فهذه الصفة صفة مطلقة في كل وقت وفي كل زمان أما الصفات اللي حضرتكم شايفينها دي فهذه صفات مقيدة فنحن نؤمن بأن الله عز وجل يمكر بمن يمكر به ونؤمن بأن الله عز وجل يخادع من يخدعه ونؤمن أيضا بأن الله يستهزئ بالمنافقين حين استهزئوا من المؤمنين والخلاصة هنا أن نحن بنثبت لله عز وجل كل الصفات المذكورة في القرآن كما قيلت ودلوقتي نقدر نرجع لتفسير الآية الكريمة الله يستهزئ بهم تفسيرها على عدة أقوال لعلماء التفسير أول تفسير أن الله يعاملهم معاملة المسلمين في الدنيا ولكن في الآخرة لهم الدرك الأسفل من النار وتاني تفسير هو تفسير السعدي اللي بيقول أن الله عز وجل يعطي المنافقين نورا ظاهرا مع المؤمنين وحين ينطلق المؤمنون بنورهم يطفئ الله نورا المنافقين فيتخبطون في ظلماتهم حائرون قال الله عز وجل مبينا هذه الحالة وهناك أيضا تفسير ابن عباس رضي الله عنه يقول من استهزاء ربهم بهم يوم القيامة أنهم يساقون إلى الجنة فإذا أقبلوا عليها أغلقت في وجوههم وردوا إلى النار وقول الحسن رضي الله عنه بأن الله يستهزئ بالمنافقين بأن يظهر للمؤمنين نفاقهم يمدهم معناها يزيدهم ويمهلهم الشيخ الشعراوي هنا بيقول أن الفعل يمدهم أصلها مادة هناك مادة وهناك أمادة فما الفرق بينهما؟ أول فرق أن مادة يزيد في الشيء من ذاته زي الأستك بالضبط لما بتشده يمتد أما أمادة فيزيد في الشيء من غير ذاته زي ما يكون عندك خطين وتربطهم في بعض عشان يكونوا أطول وتاني فرق أن الأصل في مادة يكون في الشر مثل قوله ويمد له من العذاب مادة وعندنا المثال في الآية الكريمة ويمدهم في طغيانهم يعمهون وبالتالي الأصل في أمادة يكون في الخير مثل وأمددناكم بأموال وبنين وقوله تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يعني إيه طغيانهم؟ طغيانهم معناها فجورهم وكفرهم وعطوهم وكبرهم كلمة يعمهون دي كلمة عجيبة تؤكد فعلا أن القرآن الكريم ما فيش فيه أي حرف إلا وليه دلالة معينة عندنا يعمهون من العمه اللي هي آخيرة هاء مربوطة الحيحنا عندنا العمه والعماء فما الفرق بينهما؟ العمه فقط يكون في البصيرة وده أمر معنوي مثل قوله تعالى في طغيانهم يعمهون أما العمه فيكون في الأبصار وفي القلوب مثل قوله تعالى فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور هنعمل فلاشبك بسرعة للمتقين أولئك على هدى هذا فيه استهلاء للمؤمنين على الهدى فرؤيتهم واضحة أما المنافقين وعلى النقيد فتجد أنهم في طغيانهم يعمهون وكأن الطغيان هو من على عليهم فهم يترددون حائرون لا يجدون طريقا للهداية وأخيرا فإن المنافق عند الله مكشوف وعند المؤمن مفتوح جزاكم الله خيرا